المسألة كلها هي يبدو يبدو ان في حاجة هو سبب اللي خليته يعني يقول لحضرك لا سيبي ممتك وروحه وعودي بعيد عنها فالسبب ده تلازم يزال فانا رأيي ان انت ترضي الاثنين ترضي الاثنين ازاي يعني تتخذي ارضائك لزوجك ده سببا من اسباب البر بامك اتصل بيها كل وقت وخليكي معها على طول الوقت على الاتصال ولو في اي شيء على طول اطلبي منه ان ان انت تروحي لها بسرعة وان شاء الله ده ما يكونش اي بيمكنش فيه اي نوع من انواع العقوق لماذا لان انت زميتك مشغولة بطاعة زوجك فيما امرك فيه من الخير لكن الكلام بقى لزوجك حضرك بقى انتظري لاستاذ اولا الكلام بقى لزوجك اتق الله يعني اتق الله هذه المرأة هي رحمة هي 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 الرحمة الذي جاءت لك بهذه المرأة هذه المرأة انت في شهر مبارك وانت تمنع وشهر الرحمة وانت تمنع الرحمة عن هذه المرأة اتق الله سبحانه وتعالى واجعلها تصل امها لان في الحقيقة هي ملهاش في الغربة دي غيرها ده بالعكس بعد كفاءة الالام اللي هم عايشينها كفاءة يعني المفروض ان انت تحسن اليها وتعطف عليها وتجعل هذه الام المغتربة ان شاء الله ما تكونش مغتربة تكون في وهي في بلدها ان شاء الله تكون انت ان صالح الحالة وتكون انت تتخذها هما لك لكن تفرق بينها وبين امها ده مش كويس خالص خالص الامر التاني ان هي قالت شيء برضو انا لغاية دوقتي مش فهمه انت متزوج زوجها اخرى فلماذا تفعل هذا لو كانت الاعباء المالية ان شاء الله يبارك لك في مالك لو كانت الاعباء اللي انت خايف ان هي تغير نفس زوجتك عليك او الحمد لله انت غيرت نفس زوجتك عليك فاتق الله وقعد المرأة لامها حتى يطيب خاطرها وتجعل هذا من باب الفضل نعم ربنا يبارك لك